تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم ورفع سموه في برقيته إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات العرفان والامتنان لتشريف جلالته له بتعينه ممثلا خاصا لجلالته داعيا المولى العلي القدير أن يعينه ويوفقه في خدمة الوطن العزيز في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم وقيادة جلالته الحكيمة وذلك نحو تحقيق المزيد من التقدم والنماء في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في عهد جلالته الزاهر سائلا سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ صاحب الجلالة ويسدد على طريق الخير خطاه افضل ترجمة نانسي قنقر